اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على الدور المحورية الذي تقوم به وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن العام وبث الطمأنينة والسكينة بين جموع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة من خلال جهودهم الحثيثة وعينهم الساهرة من أجل سلامة كافة أفراد المجتمع منوهن سموه بالمستويات المتقدمة التي وصل إليها منتسب وزارة الداخلية وحرصهم الدائم على أفضل الممارسات في المجال الشرطي بما يحقق الرؤى والتطلعات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه جاء ذلك خلال مأدبة الإفطار التي أقامها سموه وحفظه الله اليوم لكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية وذلك بنادي ضباط الأمن العام حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية ونوه سموه بما لشهر رمضان من عظمة تتجلى فيها القيم النبيلة داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر الفضيل على وطننا العزيز بالخير والبركات مشيدا سموه بالجهود الطيبة التي يقوم بها كافة منتسب القطاعات الأمنية من أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حافظه الله ورعاه وحرصهم المستمر على تعزيز الأمن والاستقرار موجهنا سموه والشكر والتقدير لكافة منتسب وزارة الداخلية وعلى رأسهم الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وأشد سموه بجهود وزارة الداخلية في تطوير منظومة العدالة الجنائية وتعزيز الأمن المجتمعي من خلال برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة التي تعد نماذج متقدمة والتي من المهم التوسع فيها ومواصلة تطويرها وشدد سموه على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار أولوية دائمة ومهمة لتحقيق كافة المساعي والمبادرات والخطط التنموية التي تعمل عليها المملكة لأن الأمن هو الركيزة الأساسية للتنمية مستذكرا سموه التضحيات التي يقدمها رجال الأمن الأوفياء في سبيل الذود عن مكتسبات الوطن داعيا الله جل جلاله أن يرحم شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن ومقدراته وينعم على مملكة البحرين بالأمن والأمان لتعزيز مسيرة التقدم والازدهار من جانبه أكد معالي وزير الداخلية أن شرطة البحرين ماضية في أداء مهمها الأمنية السامية بأعلى درجات الكفاءة والجهزية مستلهمين العزيمة وقوة الإرادة من توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه والتي تمثل الركيزة الأساسية في حفظ الأمن وصون المنجزات الوطنية وعبر معاليه باسمه ونيابة عن منتسبي الوزارة عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما تفضل به سموه من إشادة وتقدير للجهود المخلصة لرجال الأمن داعيا المولى عز وجل أن ينعم على سموه بموفور الصحة والسعادة ويحفظ مملكة البحرين ويديم عليها نعمة الأمن والأمان اشتركوا في القناة